الرسالة الأخيرة بسميها رسالة سلطان رسالة سلطان يقول كده في آية 23 من أصلاح 2 في ذلك اليوم يقول رب الجنود أخذك يا زرباب العبدي ابن شئل تقيل يقول رب الجنود وأجعلك كخاتم لأني قد اخترتك يقول رب الجنود أنا سأخليك أنت خاتم الخاتم في الكتار المقدس يكلمنا عن السلطان ففرعون زمان خلع خاتمه وده اليوسف بقي يوسف مع السلطان بتاع مين بتاع فرعون يقول شوية للأم حم 5 جنيه يختم خلاص بقي قانون مرة ملك اسمه أحشويرش الملك قد الخاتم هو واحد اسمه هامان الرديق راح قال يوباد شعب اليهود ورح ختم بقي قانون بس اتكشف بعد كده والخاتم راح لواحد اسمه مردخاي التقي ختم بقي قانون فالخاتم يعني السلطان حتى الابن الضال لما رجع ابو اداله ايه اداله الخاتم فيا زارو بابل انت ليك انت حخليك خاتم انا حديلك السلطان فمرقص ثلاثة الرب يقول كده اختر اثنى عشر ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا ايوه وليكون لهم سلطان احنا مفوضين من قبل الرب الاله ولنا السلطان الالهي لأن ربنا وكلنا كخدام ودانا السلطان علشان نبني البيت وعشان نخدم الرب انها رسالة السلطان فعلا سفر جميل جدا والنقاط اللي حكيتها اجمل طبعا من كلمة الله ولكن عاوز اقول احنا قدامنا دقيقة او دقيقة ونص ايه الرسالة من كل الفحوة من كل الموضوع اللي عاوز توصلها للمشاهد عايز اقول لك لو منشغل بامورك انت الخسران لان الرب قال لا تهتموا لانفسكم بما تأكلون وما تشربون ومن منكم اذا اهتم يقدر ان يزيد على قمته زراعا واحدا اشجحك اهتم بالامور الروحية اهتم ببناء بيتك الروحي اهتم بخدمة الرب تعالى توب وارجع للرب ورب يقول لك انا معاك ولو انت فشلان ويأسان من روحك ربنا بيشجعك وبيقول لك انا هطلع من الضعف بتاعك ومن الخوار ومن الخطيئة مجد عظيم جدا اذا رجعت لي اذا انت ضعيف روحيا ربنا بيديلك قوة النهاردة بيقول لك تعالى قرب مني ادي لك قوة اذا انت في حاجة نجاسة في حياتك ربنا بيقول لك تعالى توب من هذا اليوم وربنا عايز فوضك ويديلك السلطان بتاعه ويديلك الخاتم بتاعه ربنا عايز يديلك الخاتم بتاعه فتبقى مفوض ولك القوة الالهية مفوض من قبل الرب امين 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 شكرا جزيلا دكتور باسم وانا بصلي ان تكون هاي الرسالة سبب بركة للكاثرين واحنا بنشكر رب من اجلك ومن اجل خدمتك ورب يباركك في صفراتك وخدماتك ايضا شكرا كتير انك اقبلت الدعوة واحنا افرحنا بوجودك ايضا حبائي يعني تخيل انه الله بيعطيك سلطان وبيعطيك كمان الخاتم الملكية انه انت ملك الرب والله بيستخدمك بسلطان رسالة الرب واضحة جدا هو مش بس بيهتم في بناء بيته اي حضوره ولكن بيهتم فيك انت شخصيا انت مهم جدا في نظر الله عندما تأتي للرب واتوب عن خطياك وتؤمن بالرب يسوع المسيح كما يقول نأتي ونصنع منزل بييجي وبيصنع منزل والروح القدس بيسكن فيك بيعطيك الغفران والخلاص والحياء الابدية الرب يبركك اشتركوا في القناة